مرت كل الاجراءات عادية في مطار ابن بطوطة اقلعت الطائرة المتجهة الى باريس كان الوقت مساء لما ارتفعت الطائرة فوق طانجة بدت اضواء شوارعها متناثرة كاللؤلؤ نظرت الحاجة ميناء الى الاسفل حاولت عبثا ان تتبين ملامح حيها ثم اختفت تلك اللآلئ المتناثرة على مسافات متباعدة صار يظهر نور هنا ونور هناك كانت الحاجة ميناء المخلص قاصدة الى باريس حيث ستمكث بعض الوقت لدى ابنتها ميساء التي كانت تنتظر مولودها الاول بجوارها في الطائرة جلس رجل وامرأة حسبتهما زوجين كان على متن الطائرة لما امتطتها ستعلم لاحقا انهما ركبا في الدار البيضاء على مدى الساعة الاولى من الرحلة لم تبادلهما اي كلمة سوى ما كان من ابتسامة محتشمة حين كانت تلتقي نظرتها مع نظرة تلك المرأة التي جلست بجانبها الرجل الذي يحمل في وجهه لحية بيضاء شذبها بعناية كان يعتمر تربوشا ابيض من تلك الترابيش التي عادة ما يوزعها العائدون من موسم الحج او العمرة تذكارا من الديار المقدسة لم يشكل ذلك اي اختلال في اناقته البذلة الرمادية الداكنة وربطة العنق التي يغلب عليها اللازواردي والحذاء الاسود الجديد كل ذلك يجعل من الرجل شخصا محترم المظهر كان الرجل قد اغرق في مجلة كتبت بلغات ثلاث ثم فكت عقدة لسان الحج مينة وسألت المرأة التي بجانبها ستقول لها ان اسمها الباتول وانها تنحدر من عائلة مكنسية معروفة استقرت في الدار البيضاء ستعلم منها وسريعا ايضا انها ذاهبة الى باريس لاجراء بعض الفحوص الطبية قالت انها تعاني من الروماتيزم لم تفوت الحج من الفرصة لتقول لها انها ايضا تعاني من الروماتيزم لم تجرأ اي منهما ان تقول انه عياء السنين وثقل العمر الذي يتقدم وحتى ان قالتها احداهما فسوف لن يتناغم ذلك مع الجهد الذي بذلتاه لتبدوان اصغر بسنوات من عمرهم الحقيقي لا بأس صمتت المرأتان عندما صدح صوت المضيفة بان الطائرة ستباشر الهبوط الى مطار شارل دوغول ستعود المضيفة لاحقا لتذكر الركاب بضرورة ربط الاحزمة وان لا يغادر مقاعدهم قبل التوقف الكامل للطائرة ثم تم الهبوط وحطت الطائرة بسلام كانت الساعة تقترب من الحادي عشر ليلا وقد اخبرت المضيفة بان درجة الحرارة خارج الطائرة تسع عشرة درجة لا مجال للمقارنة مع حرارة غشت التي خل فتاها وراءهما في الدار البيضاء وطنجا لما كانت بين المصطفين في انتظار ختم الجوازات اكتشفت الحاجمين ان الرجل ذا اللحية المشذب بعناية يستعين بعكازين كان يجر حقيبة متوسطة وفي يده حقيبة صغيرة تبدو وقد حملت اكثر من طاقتها كانت الباتول تلك التي سافرت بجوارها قد اختفت وانصهرت بين المسافرين ثم لمحتها لوحت لها بيدها وابتسمت كان الصف يتقدم الى شباك شرطة الحدود مظهر الرجل بجوارها يدعو الى الشفقة تساءلت لما لا توجد الباتول بجانبه اليست زوجته في الحقيقة هي لم تعلم الرجل كان بجوارها ولم تسألها لما جاء دوره ليقدم جواز سفره طلب منها بنظرة لم تخل من توسل ان تمسك حقيبته اليدوية اخرج من جيبه جواز سفره وقدمه الى الشرطي كان عليه ان يسترجع منها حقيبته ولكنه لم يطلبها ختم جواز سفره ومضى ظنت الحاج مين انه سينتظرها تقدمت الى شباك شرطة الحدود ودفعت جواز سفرها تفحصه الشرطي وقبل ان يختمه سألها عن وجهتها قالت له انها ستبقى في باريس لفترة عند ابنتها نظر اليها ونظر في جواز السفر ثم رأته يقوم بتلك الحركة التي ترافق وضع الختم على الجواز اعاده اليها على بعد امطار شاهدت الرجل ذا العكازين ينتظر ولكن امرأة من الجمارك استوقفتها وسألتها عما اذا كان لديها ما تصرح به ظلت الحاج مين تنظر اليها بابتسامة ثم اشرت الجمرقية الى الحقيبة التي في يدها تلك التي تسلمتها من الرجل الذي كان جالسا الى جانب الباتول سلمتها الحقيبة والتفتت الى تلك الجهة حيث كان يقف ذو العكازين رأته يغادر المكان مسرعا انتابها خوف وشك حتى الباتول اختفت تم وضع المتاع الذي معها في جهاز الكشف بالاشعة يبدو ان لا شيء استرعى الانتباه حملت حقيبتها وتلك الحقيبة اليدوية لما غادرت قاعة الوصول ظنت انها ستجد الرجل في انتظارها ولكنه تبخر كانت الباتول تنتظر دورها لتركب سيارة اجرى اقتربت منها وسألتها ان كانت رأت الرجل الذي كان يجلس بجانبها في الطائرة قالت لها انه غادر مع شخصين كان ينتظرانه لحظتها فقط ادركت مينا ان الرجل لم يكن زوجا للباتول في تلك الاثناء ظهرت ابنتها ميساء برفقة زوجها عماد كان حملها ظاهرا بعد عناق حار انطلق الثلاثة الى السيارة لما وصلوا الى المنزل وشرعت الحاج مينا في اخراج ما في حقيبتها باحت لابنتها بقصة الحقيبة اليدوية التي تسلمتها من الرجل ذي العكازين كان عماد ينظر اليهما وقد اقتعد ركنا من الصالون تعمدت الحاجة اشراك سهرها في الموضوع حكت له كيف ان الرجل طلب منها ان تساعده بان حملها حقيبته اليدوية وكيف اختفى بعد ان شهد موظفة الجمارك تطلب منها ادخال الامتعة في جهاز سكانر كان الثلاثة يتساءلون عما يوجد في تلك الحقيبة اليدوية التي تبدو وقد تم حشوها بما يفوق طاقتها نهض عماد من مكانه امسك بالحقيبة تأملها قليلا ثم قال وهو يضحك استعدوا سنفتح الحقيبة رسمت يده محيط الحقيبة متبعتنا السلسلة ثم رفع الغطاء كان محتوى الحقيبة ملفوفا بعناية في ثوب احمر ازاحه عماد بحذر ثم وضعه جانبا هناك ملابس بانطلون اسود وقميص مقلم وفي اسفل الحقيبة اليدوية علب عطور من مركات معروفة كان الجميع مستغربا ان يحمل الرجل معه تلك العطور وبذلك الكم الذي يفوق الحاجة بيد انه مسافر الى حيث مركات العطور الاشهر على مستوى الكون قد يكون اشتراها من المطار من تلك المحلات التي تخلو اسعارها من الضرائب امسكت ميساء بواحدة من تلك العلب مزقت الغشاء البلاستيكي الشفاف ونفذت اناملها الى جسم العلبة فتحتها ليس بداخلها زجاجة كانت تحتوي على رزمة من الاوراق النقدية كلها من فئة مئة يورو مئة ورقة عشرة الاف يورو لكن تسأل عماد لماذا هرب الرجل نظر الى حماته فجاءت نظراتها متسائلة بينما كانت ميساء ترسم على وجهها علامات استغرام هل تكون تلك الاوراق المالية زائفة في علب اخرى تم اكتشاف رزم اخرى من الاوراق المالية نصفها بالدولار ونصفها الاخر باليورو ظن عماد ووافقته الرأي زوجته ميساء ان الرجل كان يريد تهريب تلك الاموال التي يبدو انه حصل عليها بطرق مشبوهة كانت الحاج جمينا تواصل اخراج ما في تلك الحقيبة لما لمست يدها في جيب داخلي شيئا صلبا كان ذلك الشيء الذي لم تهتد بعد الى تحديد طبيعته ملفوفا في كيس بلاستيكي اخرجتها لما نظرت اليه القته ارضا انه مسدس قالت الحاج جمينا وتراجعت عن الحقيبة التقطه عماد تعمد ان لا يخرجه من الكيس البلاستيكي كان مسدسا حقيقيا ومعه قطعة تشبه خزان الرصاص كانت الحاج وابنتها تنظران الى المسدس في يد عماد وقد تملكهم الخوف نظرت ميسا الى امها وقالت كم مرة نصحتك بان لا تأخذ متاعا من احد وانت تسافرين تصور لو ان رجال جمارك المطار دققوا النظر قليلا الى شاشة سكانير لم تنطق الحاج جمينا بكلمة اقترب عماد من الحقيبة وبدأ في تفتيشها تفتيشا دقيقا عثر بها على بطاقة تعريف وطنية كانت لرجل اسمه الهشم الفقه عنوان سكناه الدائرة الثامنة بباريس رجل في العقد الرابع من العمر مهنته تاجر قال عماد ان هذا العنوان لا يبعد كثيرا عن سكنه سألته زوجته ميساء ان كان ينوي الاتصال بالرجل كاد يرد بالاجاب لما تنبه الى انها انما كانت تقصد تحذيره من فعل ذلك قال لها انه سيتصل بصديق له يعمل في الشرطة وسيستشيره في الامر ثم جمع كل ما عثر عليه في تلك الحقيبة واوى الثلاثة الى فرشهم تناول الفطور غادر عماد الى عمله في مختبر للمواد للمواد الصيدلية وعد حماته مرة اخرى بانه سيحاول البحث عن مخرج من المشكلة دون ان يغوص في التعقيدات سيكون عليهم ان ينتظروا الى المساء حتى يعود عماد بما يتعين القيام به في حدود الساعة العاشرة صباحا سمعت ميساء جرس الباب يقرع رفعت سماعة الامترفون نعم من انتم جاءها صوت رجل قال نحن من شركة ماكس لسباكة لقد تلقينا منكم اتصالا هل لا سمحتم لنا بالصعود لنعاين فجاءها الرجل ليس لديها علم بان عماد اتصل بشركة لسباكة ثم انها لم ترصد اي مشكل في قنوات المياه او الصرف الصحي اجابت الرجل سيدي ربما اخطأتم العنوان نحن لم نطلب اي خدمة من اي شركة لسباكة ولكن صوت الرجل عاد ليسأل اليس هذا منزل عماد المواجني نعم هو منزله ولكن اؤكد لكم سيدي اننا لم نتصل بكم ولم نطلب اجراء اي اصلاح في البيت طيب سيدتي نرجو المعذرة ساورت ميساء شكوك بدى لها ان الذي قرع الجرس وادعى انه موفد من شركة السباكة انما كانت له غاية اخرى مضى تفكيرها الى ما اكتشفوه في تلك الحقيبة بلا تردد اخذت هاتفها وركبت رقم زوجها بدى قلقا وهو يرد لم يتعود ان تهاتفه في اوقات العمل طمأنته قبل ان تبلغه بان احدهم قرع الجرس وزعم بان شركة ماكس لسباكة التي يعمل فيها تلقت طلب خدمة من منزل عماد المواجني نفى عماد ان يكون اتصل باي كان قال لها ان تبلغه ان عاد لم يعد في الخامسة عصرا كما عودها جاء عماد الى البيت وما ان اخذ مكانه في الصالون حتى بادرته بالسؤال هل من جديد لا صديق جون بول في عطلة وقد سافر الى خارج باريس سننتظر حتى يعود قالت له انها تخالفه الرأي وان الامر يقتضي علاجا سريعا ثم بلا تقديم ذكرته بالذي جاء يقرع الجرس في الصباح افضت اليه بانها خائفة يبدو لان اصحاب تلك الحقيبة يريدون استردادها ونحن لن نردها عليهم قال عماد بنبرة غالبها الحماس كانت الحجمين تتابع النقاش بين الزوجين الشابين لما قرع الجرس الم اقل لك قالت ميساء نظر اليها وضحك ثم مضى الى سماعة الانتلفون نعم من انتم نحن من شركة الهاتف طلب منا ان نأتي لاصلاح هاتفكم ولكننا لا نملك هاتفا منزليا سيدي اظن انكم اخطأتم العنوان هل لا سمحتم لي بالمعاينة كان في رده ما يستفز اسمع يا سيدي انا صاحب هذا البيت ولم اتصل بشركتكم ثم اعاد السماعة الى مكانها نظرت اليه ميساء كانت نظرتها تهمس له الم اقل لك انهم يريدون الوصول الى الحقيبة تلقف الرسالة ولم ينبث ببنت شفا كانت حماته الحجمين قد وضعت على المائدة صينية بها براد شاي وابريق قهوة وحلويات اتت بها من المغرب تناول بسرعة فنجان قهوة بالحليب والتهم بضع حبات من الحلوى ثم نهض قال لميساء انه ماض الى دائرة الشرطة طلب ان يقابل الكوميسير مارك بنوا شخصيا قال ان لديه امورا لن يبوح بها الا اليه لما استقبله كان يراجع ملفات وضعت على مكتبه حكى له عماد قصة الحقيبة التي جاءت بها حماته والظروف التي تسلمتها فيها ثم حكى له عن الاموال التي عثر عليها والمسدس وبطاقة التعريف الوطنية ادرك الكوميسير بنوا ان وراء الامر قضية قد تكون قضية تهريب وربما جريمة قتل العميد الذي راكم خبرة على مدى سنين طويلة قدر ان الشاب تصرف بحسننية ولذلك قرر ان يعالج الامر بطريقة خاصة طلب منه ان يحضر حماته في الغد الى مقر الشرطة للاستماع اليها احضر ترجمان وتم تدوين اقوالها حيث تسرد تفاصيل ما حدث في المطار تسلم العميد الحقيبة بكل ما كان فيها الاوراق النقدية والمسدس وبطاقة التعريف الوطنية التي تعود للهاشم الفقهي واعد محضرا رسميا تم توقيعه كانت الخطوة الاولى التي قام بها المحققون زيارة الى العنوان المدون في بطاقة التعريف الوطنية للهاشم الفقهي في شارع دولابوم بالدائرة الثامنة لن يكن الرجل موجودا وقد علم انه يملك محلا لبيع الحقائب الجلدية في حي بارباس قال مساعده في المحل ان الرجل سافر الى المغرب الى الدار البيضاء منذ اسبوعين علم المحققون انه لم يتصل بمحل تجارته منذ عشرة ايام مضت تبين ان الاوراق النقدية اليورو والدولار التي كانت في تلك الحقيبة سليمة لم يظهر اثر للرجل الذي يحمل في وجهه لحية بيضاء شذبها بعناية رفعت عدة بصمات من الاشياء التي احتوت عليها الحقيبة تم استثناء البصمات التي تعود الى عماد وزوجته وحماته وبعث باخرى الى المغرب في اطار التعاون لتحديد هوية اصحابها كانت البصمات الاكثر استقطابا للاهتمام تلك التي رفعت من على المسدس كانت لرجل يدعى احمد الرحيمي في الخامسة والستين من العمر متقاعد مقيم بفرنسا عنوانه الاخير باريس الدائرة السابعة عشرة قادت التحريات سريعا الى محل الاقامة الجديد لاحمد الرحيمي كان جارا للهشم الفقهي في الدائرة الثامنة رجل عمل سنوات طوالا في شركة السكك الحديدية يقول العارفون باحواله ان مستواه المادي تحسن في السنوات الاخيرة وانه صار يكثر من السفر الى المغرب لما امسك به لم يكن يستعين بالعكازين كان يمشي سويا تعرفت عليه الحجمين حاول الانكار ولما طوقته الحجج اقر بانه صار يعمل مهربا للاموال من المغرب الى اوروبا وان الهشم الفقهي كان شريكا له وانهما تخصصا في تهريب اموال الافراد الذين يبيعون ممتلكات لهم في المغرب اكد ايضا انه كان ينقل لمهربين اموالا من اوروبا لقاء عمولات سخية كان يتظاهر في المطارات بانه عاجز عن المشي الا بالاستعانة بعكازين قال ان ذلك طالما ساعده على الافلات من عمليات تفتيش دقيقة بعد ايام في مطار شارل دوغول قبض على الهشم الفقهي وكان يحمل في اشيائه خمسين الف يورو هربها من المغرب لحساب زابون له تبين ان المسدس له وانه نسيه في تلك الحقيبة